قالت منظمة هيومان رايس ووتش أن ميليشيات الحوثي تتخذ من المدنيين رهائن لمبادلتهم مع أسرها لدى الحكومة وأضافت أن استخدام الرهائن يعد جريمة حرب ولا تعرف عائلة الصحفيين الأربعة مكان اختطفهم وطالبت المنظمة بالإطلاق الفوري على المختطفين الصحفيين الأربعة الذين اختطفتهم ميليشيات الحوثي من فندق في صنعه في يونيو 2015 وأضافت المنظمة أن صحفيين يعانون من أمراض خطيرة ويشكلوا خطرا على صحتهم ولا يلقون أي رعاة طبية وتمنع عائلاتهم من تقديم العلاج لهم ولا تسمحوا بزيارات منتظمة لهم